تعاقد أمسلال القطر مع المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة دون الكشف عن تفاصيله وهو العقد الذي سيبدأ من الموسم المقبل ويأتي تعاقد نادي القطر مع بن شيخة خلفا للتركي بولينت أوجيون الذي فشل مع الفريق هذا الموسم يذكر أن بن شيخة كان قد قاد أمسلال في فترة ماضية عندما كان ينشط النادي في الدرجة الثانية القطرية